انا دكتور ريها بعطية استاذ طب القلب كلية طب جامعة عن شمس وانا عايز اتكلم على الوقاية من امراض القلب خاصة تصلب شرعين القلب التاجية اللي بتأدي لازمات القلب والجلطات اللي بتأدي الوفاة وهبوط عضلة القلب نتيجة تلف العضلة فاحنا يعني ازاي الواحد يحمي نفسه من الامراض دي فطبعا النصايح نصايح مهمة جدا ان الشخص مننا بالذات الشباب الصغير ما يبتديش يدخن والتدخين دلوقتي بقى فيه خطورة ان احنا بقينا نسمع عن طرق جديدة للتدخين زي السجائر الالكترونية وزي حتى الشيش الالكترونية والشباب فاكرين ان دي اقل ضررا من السجائر التقليدية فهو قصة اقل ضررا دي حاجة نسبية ولكن حتى الان لو حنبص لمنظمة الاغذية والادوية الامريكية منزلة تحذيرات ضد السجائر الالكترونية بانواحها لانه بتسبب امراض خبيثة غير حكاية تصلب الشرقين فلازم التدخين نمنعه ايا كان نوعه بالنسبة للشخص من بداية سن مراحقة اللي عادة بيبتدي فيها الشباب يدخنه فدي مهمة بنأكد على دي عشان ما نقولش قصة السجائر الالكترونية اقل ضررا او اقمن وتبقى معلومة غلط لازم كل انواع التدخين تبقى ممنوعة للحماية الحاجة التانية لازم اعرف هل انا عندي تاريخ وراسي في الاسرة اللي تصلب شرقين القلب فلازم اعرف هل والدي والدتي حد من اخواتي اكبر مني العمام الخلان لان لو في تاريخ وراسي بيجي لهم ازمات قلبية في سن اربعينات خمسينات لازم انا اعرف السبب ايه فلازم احلل نسبة الكوليسترول في الدم عندي واعرف لان فيه كتير جدا بيبقى عندهم ارتفاع نسبة كوليسترول عائلي وراسي وده مش حيبان غير في التحليل ولو اكتشف لازم نعمله وقاية بدءا من 10 سنين عشان لما يوصل 40 سنة ما تجلوش ازمة قلبية فدي نقطة مهمة فكل شخص لازم يعرف نسبة كوليسترول وكام ولو مرة واحدة على الاقل يعني انما مفروض ان كل تلات اربع سنين يعيد التحليل الحاجة التانية لازم اعرف السكر هل انا عندي استعداد لمرض السكر ولا ما عنديش وده برضو كل ده حاجات سهلة بالتحليل ودينا بنسمع عن الحملة القائمة في مصر وبتشخص الاستعداد للسكر الحاجة التانية اياس ضغط الدم ابقى كل فترة ما هيش مرة واحدة كل فترة اضعف الايمان للي ضغطه طبيعي على الاقل كل سنة يعرف ضغط كامل لازم يعرف ان الرقم الطبيعي اصبح 130 على 80 او اقل او اقل مش اكتر دي النصيحة التانية الوزن والسمنة لازم المحافظة على الوزن المثالي ومارسة الرياضة كلما استطعنا رياضة صحية الاكلرة مش هتكلم فيه كتير لان دلوقتي اهميته قلت عن ما كنا بنتكلم زمان اصبح الدور بتاعه يمثل حوالي 15% من الاسباب اللي بتسبب مشاكل للشرايين ولكن باكد ان اكتشف ان السكريات والنشويات اقر اكتر حاجة ضررا تضر دلوقتي حتى اكتر من بعض انواع الدهون فلابد من تقليل النشويات والسكريات ونستبدلها بخضروات الياف حاجات مفيدة ده كده باختصار ايه الحاجات اللي هو الشخص لازم يعملها عشان يتفادى ان يجي له اصابة بتصاله بشرايين الغلب او ازمات قلبية اللي بتيجي فجأة من شخص سليم تماما لمريض في لحظة وارجو ناكون معلومات مفيدة لكم ان شاء الله شكرا شكرا